السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير ألطف بي فيما جرت به المقادير واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير اللهم لا تكلني لنفسي فأعجز عن التدبير ولا لأحد من خلقك وأجزع وتداركني بلطفك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 12 أيار مايو طبعا القمر اليوم مستقر في برج الدلو على الغلاف لاحظتوا أنه أنا حكيت أنه هاي يوم لنصابين والمحتالين وطبعا رح نشرح ليش والخلل مش بالنصابين والمحتالين والخلل رح يكون فينا إحنا اللي رح نفتح مجال هذول الأشخاص يستغلونا فالعنوان عشان تحتاطوا من الأشياء اللي رح أحكيها ودي روبالكم طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الدلو اليوم هو موجود الآن في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربع وتسع دقائق من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما أن القمر موجود في برج الدلو معناة اليوم منشعر أن بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من النعاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة ويدخل تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين الشمس وبين نبتون وقلنا أنه هاي الزاوية رح تبدأ تأثيراتها يوم 11.05 ورح تستمر ليوم 24.05 طبعا هاي الزاوية ذروتها رح تكون يوم 18.05 الساعة 8.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس بتمنحنا خيال خصب ومثالية والهام وأيضا بتعطينا دفعة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمجالات الفنية لأنها بتعزز المواهب الفنية وبتعطينا قوة للميل أو من ميل للأحلام والتفكير والتأمل وقوة الحدس وممكن تجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية رغم الظروف السائدة حولنا وبرضو تخلق ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وطبعا ما رح أذكر كل تفاصيلها لأن الحلقة صارت موجودة على القناة اللي ما سمعها شي رح يسمعها لأ الزاوية الخطيرة القادمة وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين بلوتو وهذه الزاوية طبعا رح تتشكل ذروتها يوم 21-5 هي اللي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة الأنظم السائدة أو النظام السائد والقوانين كما بتعرق النجاح ومبادرات وعلاقات أما بالنسبة للتأثيرات الدولية فهي في الحلقة المنفصلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي طبعا تأثيراتها أو ذروتها كانت يوم 9-5 وهي مستمرة إلى يوم 19-5 وإنه في هاي زاوية غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وهي بتزيد من عنادتنا واندفاعنا واستقلاليتنا الشديدة والغرابة بتصرفاتنا بتجعلنا نقطة في أحكامنا وبرضو بصير في نوع من أنواح التحولات العنيفة في طبعنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات إلها علاقة بالأزمات القلبية والتشنجات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي التأثيراتها مستمرة ليوم 19-5 طبعا هي الذروة القسولة إلها راح تكون يوم 13-5 ساعة 22-43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ولكن عطارد بما أنه بدو يتراجع هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية ولكن بيصير سهل التأثير علينا وخداعنا بسبب تراجع عطارد اللي ممكن أنه ننخدع عاطفيا أو نتوهم بشخص أنه بحبنا ونكتشف خيانته أو غدره أو تآمره أو احتياله هاي وحدة طبعا هاي زاوية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بدك تستفيد من الراحة اللي بتوفرها إلك هاي الأجواء برضو بتعطي نوع من أنواع السفر والتسلية فهاي الإيجابيات فلها منحطها على الجنب ومننتبه لتراجع عطارد اللي بيخدعنا بالتركيز فعشان هي فترة إيجابية في هاي النقاط ولكن سلبيتها أنه ممكن ننخدع فعشان هيك لازم ندقق بالتفاصيل وبالأشخاص وبالمعارف وبالعلاقات والحوارات والنقاشات عشان ما نقع فريسة التضليل والكذب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي قلنا أنه ذروتها رح تكون يوم 22.05 الساعة 5.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لنشاط بفعالية معينة والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 8.05 إلى يوم 24.05 طبعا ذروتها يوم 13.05 ساعة 6.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وهي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك الأجواء جيدة بسبب هاي الزاوية تعطينا طاقة وعلاقات جيدة مع كبار السن بتخلينا محافظين أكثر منحب كل شيء قديم حتى الأغاني منصير نرجع للأغاني القديمة أو الكلاسيكية أو حتى السينما الكلاسيكية بمعنى آخر وهي مناسبة لتوقيد أو تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة إذا كانت العلاقة ناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي طبعا رح تكون ذروتها يوم خمسة عشر خمسة طبعا تأثيراتها من سبعة خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة الذروة يوم خمسة عشر خمسة الساعة وحدة وأربعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتسهل علينا أمر النصب والإحتيال اللي ذكرنا أو الكذابين لأنه هاي الزاوية بتخلي عنا قوة التركيز عالية جدا فممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وبرضو هاي بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية وبتدفعنا للإثارة ولكن هاي الزاوية بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى مناسبة للشعور بالطمأنين النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهراء وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها كانت يوم خمسة خمسة هي مستمرة لغاية يوم اتناعش خمسة بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل من عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل عشان هيك هاي من الأساسيات بالزوايا اللي بيستغلوها المحتالين لأنه أنت بتكون حذر ولكن هو سهل أنه يقنعك بالفكرة وتوقع ضحية الزوايا الأخرى اللي بتسهل عملية أنه ينتصب عليك ويحتال عليك وهذا مش هو كل إشي لسه زوايا اليوم اللي مع القمر هي اللي بتكمل هذا الموضوع كمان هاي الزاوية اللي بين الزهرة وبين المشتري بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك بهاي القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة بتحقيق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لتطوير علاقة عاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا بدأت يوم 28.04 ومستمرة لغاية يوم 13.06 ذروتها يوم 23.05 ساعة 5.12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بسبب هاي الزاوية بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني أنت بتشتغل شغلة سهل جدا أو عندك فكرة أو عندك اختراع أو ابتكار أو أيش ما كان يكون سهل جدا أنت تروح تحكي السر هذا لشخص هذا الشخص يستغله ويروح يقدمه عنك وينسبه لنفسه ويطلع على كتابك أو عمل بأي مجال من المجالات وبرضو قلنا أنه هاي الزاوية إلها علاقة بالمؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية بسببها بصير فيه نوع من أنواع الاضطراب بسوق المال وسوق التدبير وبرضو إله علاقة بنوع من أنواع الخداع اللي هي إلها علاقة برجل دين أو معارض بيشتهر بالفترة هاي ولكن أنه بكون نصاب أو محتال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين المشتري وبين بلوتو وهاي من يوم 22.04 إلى يوم 22.06 وقلنا أنه ذروتها يوم 18.05 ساعة وحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينيج وهاي زاوية قلنا أنها بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا فوضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا أنا بالنسبة للزاوية البطيئة ليش ما ذكرتش التأثيرات الدولية أو التأثيرات العامة كلها لأنه أنا كل يوم بذكرها كل يوم بذكرها فما في داعي أني أظن أني أذكرها ولكن لما حكيت لك من بدايتها لنهايتها يوم بدايتها أرجع للحلقة اللي أنا ذكرت فيها اسمع بتلاقي التفاصيل الموجودة فيها لأنه كثرت أني أظن يعيد في هذا الموضوع هو إرهاق وطول الحلقة والكل صار عارف المعلومات فما في داعي أن نظلنا نعيد فيها ولكن اللي بدو يعرف تفاصيل أي زاوية من هدول الزوايا بس يأخذ بدايتها ويروح يسمع الحلقة اللي ببلش أذكر فيها بيعرف التفاصيل بالكامل أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تبدأ تأثيراتها أو مستمرة تأثيراتها اللي هي ما بين القمر أو ذروة زوايا كبرى أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي ذكرناها يوم أمس لأنه هي اتشكلت الساعة 12 و 44 دقيقة من ظهر يوم الخميس بدأ يعني هاي ذروتها وقولنا أنه هاي مستمرة حتى مساء يوم الخميس يعني عند منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني موعد بث الحلقة تأثيرات هاي الزاوية موجودة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع وهاي برضو بتعطي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين أو بيصير فيه نوع من أنواع زيادة احتمال تعرضنا لبعض الحوادث من حركتنا أو قيادتنا للسيارات ما منقدر أنه نتحكم في أفكارنا ولا كلامنا ولا ذكرياتنا من كثرة الفوضى اللي بتصير وهاي الزاوية هي سبب بهذا الموضوع فعشان هي قلنا بأنه عطارد بيتراجعه مع القمر معناته بتزداد نسبة حوادث السير الإعلام الانتهاكات وأمور إلها علاقة بترويج لبعض الإشاعات أو الأخبار اللي شوي بتكون مزعجية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي طبعا تزاوية إحنا قلنا إلها ذروتين اليوم الذروة الأولى لإلها وحذرنا من هاي الظروة ومن هاي إيجابية طبعا هي من يوم خمسة خمسة بدأت تأثيراتها ومستمرة إلى يوم ثمانية وعشرين خمسة قلنا إنه هي في إلها ذروتين الذروة الأولى بتكون يوم اتناعش خمسة اللي هو اليوم الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة صباحا وفي الثروة الثانية الإيجابية لأنه عطارد بيكون راجع للحركة الأمامية يوم تسعة عشر خمسة الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور وهي مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية منتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات أو أمور إلها علاقة بالعقارات ماشي؟ هذا كحال إيجابي ولكن عطارد لأنه بيتراجع فعشان هيك بصير عنا قابلية لننخدع ما بنقدر نحلل الأمور بسرعة فسهل جدا استغلالنا برضو حركتنا بتكون فوضوية فسهل جدا الواحد يتعثر يضرب بشيء يعمل حادث برضو هاي إلها علاقة ببعض المعلومات الإعلامية اللي بتتسرب خلال هاي الفترة أو الأخبار اللي بتكشف جوانب متضاربة عن حدث ما ويستغل إعلاميا للترويج لشيء معين هذا سلبيا أما إيجابيتها فأنا بعطي أنه يوم 29 خمسة بتكون الإيجابية بقوتها فنقدر نستفيد أكثر الأشخاص اللي عندهم الأمور وأن الإيجابيات لا إلهم إذا بدهم يعملوها بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض فيها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي راح تكون ذروتها الساعة 10 و 12 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة طبعا تأثيراتها هي بتبدأ من منتصف ليل الخميس على الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي ليش؟ لأنه إحنا بنكون سارعين التأثر وعاندين وغريبين الأطوار فعشان هيك هذا بيعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي والعواطف وردات الفعل وبسبب مشاكل كثيرة غير متوقعة يا منا مع الأشخاص يا مع الأشخاص معنا برضو هاي الزاوية بتدفعنا لعلاقات عابرة ممكن تتعرضنا للفراق وبرضو يعني الخيانة بمعنى آخر ليش بنمقها في اللغة العربية أنا مش فاهم وبتدل على استياء في الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا الحريات العامة وبالأخص حرية المرأة برضو بتدل على وقوح حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين الشمس وهي اللي برضو بتدعم عمليات النصب هاي الزاوية الساعة ثنتين وثمانية وعشرين دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة بتبدأ تأثيراتها من منتصف ليل الخميس على الجمعة وبتستمر حتى صباح يوم السبت يعني مدتها طيلة اليوم بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الأفكار يعني ما عنا قدرة على أن نحكم العقل بشكل كامل وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بتجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد الصعوبات وخصوصا مع الجنس الآخر برضو بتدل على استياء الجماهير أو الرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية فيما يخص قضايا إلها علاقة بالمجتمع أو المرأة برضو تقلب أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة لزاوية اللي رح تتصير ذروتها يوم الغد ولكن تأثيراتها بتبدأ من اليوم هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي اللي بتحفز زاوية عطارد أنه يستغل رغم أنها إيجابية هاي زاوية ساعة 22 و43 دقيقة من عصر يوم السبت بتكون ذروتها ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الجمعة وحتى يعني عفوا ساعة 22 و43 دقيقة من صباح يوم السبت وبتستمر تأثيرات هاي الزاوية حتى ظهر يوم السبت يعني طيلة الليل والصباح لغاية ساعات الظهيرة هي مؤثرة علينا أما بالنسبة ليوم الجمعة فيوم الجمعة هي تأثيراتها زي ما حكينا بتبدأ من ساعات غروب الشمس لأي دولة بالشرق الأوسط أو بمنطقة آسيا بمعنى آخر مجرد ما غابت الشمس هاي تأثيرات الزاوية بتبدأ وبتستمر لغاية زي ما حكينا ظهر يوم السبت بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحي والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية وهذه الزاوية برضو بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ تمنحنا تخدير رؤسانا بتدل على حالة من الاستقرار الأمن وبرضو التفاؤل في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم يعني بمعنى آخر من ساعات المغرب هاي الزاوية بتجيب لنا فرص ماشي مالية ولكن لأنه منتعاطف مع أي شخص ومنحاول أنه نساعده فممكن يتسرب من خلال هاي الزاوية شخص يشكي لك ويبكي لك ويقول لك أنا متدمر وعلي شكات وعلي أوراق وعلي معاملات فأنت تعطف عليه زي عمل إنساني بتقدم له مساعدة بيطلع جايب لك العيد فانتبهو بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا بطة الساق الكاحل الساق نفسه وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هدولا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بما إنه الغد الدرقية معناته بتكو تنتبهوا لطعامكم لأنه عندكو رغبة في تناول أو تشتو بعض الأكلات اللي ممكن هالضر صحتكم فبتكو تنتبهوا زي ما حكينا وحاولوا إنكو تشربوا مي كثير بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم لأنه زاوية تربيع ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية يعني أنا ما شايف أنه ما تعملوا اللي عنده عملية جراحية يعملها ما في أي مشكلة لكن مش للأعضاء اللي ذكرناها أما بالنسبة للعمليات التجميل زي ما حكينا أمور إلها علاقة بالحقن إلها علاقة بالبشرة بإزالة الشعر الزائد ما في أي مشكلة ولكن الجراحة ما زال في علامات استفهام فما بنصح فيها خلال هاي الفترة لحين انتهى تراجع عطارد أما بالنسبة لقصة الشعر التجميلي والحنة والصبغ فما في أي مشكلة ولكن هذا اليوم لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدل ومعنى تخلو المسار هو رح يبدأ يوم السبت 13.05 بيبدأ في تمام الساعة 3.15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمره 22 يوم في تمام الساعة 11 و6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 46% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.05 منتحسه بنسبة 25% القمر في الدلو حتى يوم 13.05 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات منتصف الليلة هاي اللي هي الخميس على الجمعة بيصير منتحس بنسبة 50% وبيستمر بنسبة النحاسة لغاية ساعات المغرب بعدين بيصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثورة بيتراجح حتى يوم 15.05 طبعا أنا بعطيه منتحس بنسبة 15% بسبب التراجع رغم أنه بشكل زوايا إيجابية خداعة الزهرة في السرطان حتى يوم 5.06 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 بعدين بده ينتقل لبرج الأسد سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 بعدين بده ينتقل لبرج الثور سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 بعدين بده يبدأ عملية التراجع هو اليوم سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.08 بعدين بده يبدأ في عملية التراجع سعيد اليوم بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 بده يبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 6.11 منتحس بنسبة 30% ما رح حكي لكم حطوا لايك وديس لايك وكبسوا على الكبسات اللي تحت ما رح أحكي لكم وشكرا للي حطوا بدون ما أحكي لهم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للموليد برج الحمل طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالعلاقات اللي اجتماعية اليوم تنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء اتصال حوار نقاش وتقدر اليوم تطلب المساعدة من أشخاص ذوي نفوذ أو من أصدقاء يساعدوك في مسألة ما وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شي أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس وحاول أنك تستغل علاقاتك الاجتماعية بشكل قوي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وهذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو مناسب جدا للأشخاص اللي بدهم يحافظوا على سمعتهم أو يدافوا عن سمعتهم أو يثبتوا إنهم على حق ولكن بدون عصبية قدموا أفضل ما عندكم عشان تقدروا تحققوا الإنجازات وممكن كثير من الأشخاص من موليد برج الثور يحرزوا تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية لأنه ما زي ما حكينا هذا بيت السمعة فما بجوز تشويه سمعتك بين فعالتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد اليوم الحركة قوية في كثير من الإيجابية على المستوى المالي على مستوى الدراسة على مستوى الحب العلاقات كلها ممتازة ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة بتنشط بالحوار والنقاش ممكن موضوع العلاقة بالفلسفة أو الدين أجواء لطيفة بتحيط بحياتك هذا اليوم حاول أنك تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية فتعتبر هذه الفترة مثمرة على جميع الأصعد لازم تستغلها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكون تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشترك لأن القمر في بيت المال المشترك برضو اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبكم إطالة الخلافات والزعل حاولوا وساروا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ممكن تناقشوا موضوع إرث أو موضوع مالي ولكن الأهم من كل هذا الموضوع انتبهوا على أموالكم من النصابين والمحتالين والقروض اللي ممكن ما تقدروا تسدوها يعني بدكوا تنتبهوا للوضع المالي بشكل جيد برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعله لأنه القمر زي ما حكينا مقابلك معناته طاقتك ضعيفة حاول إضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع باتخاذ القرارات يعني الأجواء تقريبا منقدر نحكي إيجابية على مستوى علاقتك مع الزوج مع الزوجة مع شريكك بالعمل والحوار والنقاش والعمل المشترك ولكن طاقتك لأنها ضعيفة تضغط عليك بالتوتر والعصبية وأيضا على مستوى الصحة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك القمر في البيت السادس بضغط على الصحة وعلى العمل فعشان هيك بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم يوم إيجابي وفترة مثمرة إيجابية القمر في البيت الخامس بيدعمكم بشكل قوي على مستوى الحضوض والعاطفة التجميل الترفيه العلاقة مع الأبناء مع الأحبة يعني اليوم بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة في الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة لتكرار المحاولات للتقرب من الأحبة ولكن ما تخلي خيالك يشطح فيك فتتخيل الأمور مش بالواقع يعني خليش عواطفك تلعب فيك برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو أعطال منزلية تبطلب منك مصريف إضافية لها علاقة بالبيت بهاي الفترة جيدة لاستئجار بيت أو انتقال من بيت لبيت ولكن بتكون تتفقدوا العقود والأوراق بشكل جيد في حدث عائلي ملفت للانتباه ممكن يصير هذا اليوم برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات النشاط عالي حتى بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الأحبة ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جديدة لتفسير مشاعركم وتبرير مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات يعني فترة نشطة جدا ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك أو بطلباتك ولكن حاول قدر الإمكان في بعض الأوقات أنك تسيطر على مفعلاتك وعصبيتك وما تتأثر بشكاوى الآخرين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات أنت مش بحاجتها يعني أنه تروح تتفشش بس بدك تشتري بتلاقي حالك شتريت أشياء وبعدين أنت مش بحاجتها صرفت الفلوس على الفاضي أو ممكن بعضكم يعالج استحقاقات مالية أو مطالبات مالية أهم شيء أنك وما تتسرعوا بتوظيف الأموال ودقيقوا بالتفاصيل ومش أي شخص بيجي بيطلب منك مساعدة تروح اللي أنت معطيه بدون ما تتأكد أنه يستحق ولا ما يستحق يعني يخدعك أو يغشك أو يضحك عليك أو يسوى أي شيء طبعا اليوم معنوياتك أعلى ورح تكون هاي المعنويات مرتفعة وبشكل ملحوظ برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا اليوم الطاقة ممتازة جدا لأنه القمر صار موجود عندكم فبيدعمكم بشكل كبير بعطيكم نشاط عالي جدا حيوية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي أو علاقاتكم مع الأحبة أو بداية لما يعني تفتح طريق باتجاه خطوة جديدة بحياتك انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية وبتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات أكثر وفا أكثر تستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر لأجواء جيدة جدا ورح تكونوا ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر أهم شي زي ما حكينا أنه تستغل هذا اليوم بكامل طاقتك برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر لآخر يوم موجود في برج الدلو بتكون تتحملوا هذا اليوم ونصف اليوم السبت لحدية ما القمر يوصل لعنكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ما تتخذوا قرارات ما تواجهوا وما تتسرعوا ممكن تتذمر من تأخير من ينسوا تفاهم من التباس وحذروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم أو يمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم بشكل جيد وضعفوا مجهودكم بشكل أكبر ليش؟ لأنه اليوم عشان تنجز بدك تتعب شوي وبرضه في نفس اللحظة مش أي شخص بيوعدك بشيء تثق فيه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر